اختتمت بمدينة مصراتة يوم الأحد أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول حول واقع المرأة في المجتمع العربي تحت شعار التحديات النمطية التطلعات الذي نظمه قسم علم الاجتماع بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرح مصراتة تحت إشراف معهد تنمية الموارد البشرية بالأكاديمية حضر فعاليات المؤتمر وزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ورئيس الأكاديمية الليبية بفرع مصراتة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والبحاث بعدة جامعات ليبية وعربية حقيقة هذا المؤتمر جاء بناء على العديد من النداءات المتكذرة حول مناقشة واقع المرأة في المجتمع العربي وما تعرض إليه المرأة مثلا من تحديات ونمطية في السلوك والتعامل وما هي التطلعات التي نرجوا إليها من أجل حياة وإنجاح دور المرأة داخل المجتمع الليبي بصفة خاصة أو المجتمع العربي بصفة عامة ودور المرأة حقيقة الحقيقي المنضبط المنطلق من الشريعة الإسلامية في حياتها داخلها داخل المجتمع المبلد يجب أن تكون عليه حظي المؤتمر بمشاركة دولية واسعة جمعت أساتذة جامعيين وبحاثا وأكاديميين ممثلين عن العراق وتونس والجزائر واليمن ولبنان والكويت ومصر بالإضافة إلى مشاركة محلية من أساتذة بالجامعات الليبية حيث قدم المشاركون أوراقا علمية تناولت واقع المرأة في المجتمع العربي من جوانب متعددة مسلطين الضوء على التحديات التي تواجهها والآمال والتطلعات المستقبلية وعلى هامش المؤتمر العلمي الدولي تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الأكاديمية الليبية فرع مصراتة وكلية التقنية الطبية لزيادة رفع الاهتمام وتنمية قدرات طلاب الجانبين